تطور سير العمل في مشروع قناة الأطفال التلفزيونية ومشروع البث الأرضي الرقمي والخطط المستقبلية لتطوير العمل أهم المواضيع التي نقشها مجلس إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خلال اجتماعه الأول لهذا العام وأشهد المجلس بالدور الذي تطلع به الهيئة في تعزيز الهوية الحضارية العمانية والمحافظة على مقوماتها المختلفة والتعريف بها في مختلف برامج إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان انطلاقا من المبادئ الحضارية للنهضة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه والتي جعلت من تاريخ عمان العريق وشخصياته وأحداثه مكونات أساسية في بناء عمان الحديثة وأكد المجلس على أهمية المضي قدما في تغطية فعاليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى التعريف بالمعالم الطبيعية والإنسانية في مختلف محافظات السلطنة واطلع المجلس خلال الاجتماع لموازنة الهيئة الجارية والموازنة الإنمائية للعام الحالي وتقريرها السنوي والمواشرات المتعلقة بارتفاع نسبة المشاهدة والاستماع والمتابعة لجميع قنوات الهيئة التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الإلكترونية ترأس الاجتماع معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون